مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة من فضلك اشترك هنتكلم النهاردة عن فنانة كل الجمهور مشتاة لها فاكرين ملامح وشها كويس وفاكرين اطلب تاعتها بالأدوار الرائقة اللي كانت بتظهر بيها كانت بتدخل القلب على طول من خلال الشاشة لكن كتير مننا ما يعرفش اختفت فين فجأة وماعرفش حاجة عن حياتها اللي مليانة قصص وحكايات تعالوا نتعرف النهاردة على الفنانة ناهد جبر قبل ما ابدأ حابي بشكر اصحاب التعليقات اللي اقترحوا علي بطلة القصة بتاعت النهاردة اما بالنسبة للفنانة ناهد جبر فهي مولودة يوم 11 سبعة سنة 1945 ولدها كان رجل لواء ويدعى عبد الفتاح جبر واختها هي الفنانة مونة جبر اتخرجت من معهد السينما قسم اخراج تحديدا واكتشفها المخرج حلمي حليم في بداية الستينات وكمان كان ليها تجربة في الاخراج سنة 1974 شاركت في الاعمال الفنية المختلفة على التلفزيون الناس كلهم تقريبا علقة اللي شافوا لها عمل فني واحد زي مثلا مسلسل زهرة البنفسج وغصن الزيتون سيداتي آنساتي واعمال كتير ولكن يمكن يكون اهم مشاركة ليها فأي مسلسل على الاطلاق هو في مسلسل المال والبنون في الجزء الثاني سنة 1995 والمال والبنون هو مسلسل واسع الانتشار كان من جزئين وشارك فيه عدد كبير من النجوم والناس فركراء وعرفاء ولسه الناس بتتفرج عليه لحد النهاردة كانت طلعة في دور والدة روجينة الممثلة النهاردة بنشوفها يعني نجمة في الفن وقالوا ان هتستلموها بعد كم شهر قمنا اتجوزها فاتت ثلاث سنين لحد دلوقتي طيب وحتستلموا الشقاقين مش باين هتستلمها ابدا المشروع كله طلع عملية نصب في نصب وفي قضية منظورة قدام المحاكل ولو رجعت لنا فلوسنا هيبقى أكوى مش معقول تصوري كل الفلوس اللي حويشها محمد في الخليج يا خبرة بياد وانتو عايشين فين دلوقتي هو عايش عند مامتو وانا عايش عند مامتي مش معقول معقول جدا وعادي كمان وكل أرسان البلد زينا كبه يبقى أنا على كده بقى عمري ما حتجوز أما بالنسبة للناس اللي مش قادرة ان هي تفتكرها في أفلامها أو في مسلسلاتها لازم تكون فاكراها كويس قوي في المسرحية المشهورة بتاعة عاد الإمام شاهد ما شافش حاجة كان دورها في المسرحية باسم مديحة خطيبة عاد الإمام أو صديقة عاد الإمام ويعني من أشهر الأدوار لأن المسرحية دي من أشهر المسرحيات بتاعة عاد الإمام بيقير منك عشان عايز يخطبني يخطب حضرتك؟ مبروك وملك زياتي كده أوعى تزعل أبدا انت عزعليني لا ما انتش مروح توسعني في سكتك؟ لا أنا حاشفع الغات مغار هدومي بس كمان شاركت في مسرحية من يضحك أخيرا بس ممكن يكون مش معروفة أو المسرحية دي لكن مسرحية هالة حبيبتي لعبت فيها دور السكرتيرا ومعروفة جدا المسرحية دي أما بالنسبة للأفلام شاركت في أفلام كتير منها بنت بديعة الكلمة الأخيرة أيام العمر معدودة وأعمال تانية كتير المهم كانت آخر أعمالها سنة 2000 في فيلم اسمه وحيات قلبي وأفراحه اعتزلت بعديها التمثيل في بداية الألفنات يعني كان آخر حاجة عملتها واعتزلت وقررت إن هي تلبس الحجاب وإن هي تتفرغ لأسرتها حسن لما بيقى مبسوط بلعب في طرف شانر ولا ما يبقى مش مبسوط يبص للسقف وإذا بصته للسقف طولت يبقى يبص في ساعته دي معناه إنه عايزين يمشي لا يمشي إيه بعد دا كله قولي نصيبها يبقى كان سيبك إيه هنوزع الأرباح دلوقتي قبل ما نبيع يا حبيبتي حسن لازم يشتري وبالسعر اللي في دماغي أنا وساعتها بقى حضرتك تطلبي كل اللي انت عايزايا دي أهم المعلومات الفنية عن الفنانة ناهد جبر تعالوا نتعرف على أهم المعلومات الأسرية في حياتها اتجاوزت مرتين المرة الأولى من عصام بهيج لعب ومدرب كرة القدم في نادي الزمالك وربنا رزقهم ببنت وسموها ميزة بعد كده انفصلت منه واتجاوزت لفترة من الممثل سناء شافع إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة قال الفنان سناء شافع عن سبب انفصاله وعن الفنانة ناهد جبر خلال لقاءه في برنامج الستات ما يعرفوش يجدبه قبل وفاته طبعا الله يرحمه قال ناهد فيها كل شيء جيد إنسانة جيدة سلوك جيد مخ كبير وسبب انفصالي عنها إنها ما بتحبش الخيانة عيني فرغة وده على حسب تعبيره اتعرضت الفنانة ناهد جبر لصدمة كبيرة قوي في 23 مارس 2020 بعد ما تم إعلان خبر وفاة بنتها الوحيدة ميزة عن طريق زوجها عبر موقع فيسبوك عبر حسابه الشخصي وقال إن لله وإن إليه راجعون اتوفت لرحمة الله تعالى زوجتي المرحومة ميزة عصام بهيج وفقا للمواقع المختلفة كانت وقتها الفنانة ناهد جبر مصابة فيروس كورونا وده خلاها إن هي تتغيب عن جنازة بنتها الوحيدة وأكيد ده أثر على نفسيتها بالسلب إن هي ما ودعتش بنتها الوحيدة الفنانة ناهد جبر زي ما بقول لكم الميزة بتاعتها يمكن إن هي لعبة الأدوار الهدية خدت الخط الهادي من أوله لآخره ويعني كان الملامح بتاعتها الملامح المصرية البسيطة كان ممكن إن هي يتم استغلالها أكتر من كده ولكن الفنانة ناهد جبر واحدة من الفنانات اللي تم وضعها في قالب معين من قبل المخرجين والأدوار اللي كانت بتجي لها كلها شبه بعض حتى لما لعبة مصرحية شاهد ما شافش حاجة إنها كانت ممثلة شاطرة حلقة النهاردة خلاص خلصت والفنانة ناهد جبر لسه موجودة ربنا يديها الصحة ويخليها لأهلها والكل محبيها في مصر والوطن العربي الحلقة خلاص خلصت أنا مبسوط إن أنا كنت معاكم النهاردة شكرا لك وعشوفكو على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة